اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغتية المباشرة من قناة المغربية للحرب على غزة غزة والتي سنخصصها للحديث عن هذا الزخم الشعبي الغربي الذي يدعم غزة ويدعم حقوق الفلسطينيين في اوروبا تتواصل اذا المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والتي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة في اسبانيا تظهر مئات الاشخاص في مدينة برشلونة لمطالبة الحكومة الاسبانية بوقف فوري لتجارة الاسلحة مع اسرائيل التي يتهمونها بارتكاب جرائم ابادة جماعية في غزة وفي لندن خرج حوالي نصف مليون شخص الى الشوارع وفي بلجيكا نظم عشرة الالاف مسيرة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفي فرنسا جاءت مسيرة باريس في مستوى الحدث من حيث المشاركة الشعبية رغم قوانين المنع وفي الولايات المتحدة تجمعت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالقرب من الشارع الذي يسكن فيه الرئيس الامريكي جو بايدن في ولاية ديلاور الامريكية للدعوة الى وقف اطلاق النار في غزة فماذا يمثل هذا العدد الهائل من المشاركين الاوروبيين في المظاهرات المساندة لحق الشعب الفلسطيني وهل تغير هذه المظاهرات من مواقف صانع القراري في الغرب بالتعليق على هذا الموضوع ارحب بضيفي من بيرمنجهام هنا في بريطانيا عضو مجد حق الإنسان في مصر سابقا دكتور اسامة رشدي دكتور رشدي مرحبا بك شكرا لقبول الدعوة والمشاركة معنا سؤال دايما يترح هو باتم يعني مطروحا باستمرار في كل سبت او كل نهاية اسبوع يقع فيه تحرك كبير وواسع في اوروبا دعما لحق الشعب الفلسطيني ومطالبة بفتح المعابر وإيقاف هذه الحرب ما اهمية مثل هذا الحراك في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم الحق الفلسطيني تحيات لحضرتك يا سيد سمير ومشاهدينك الكرام وتحياتنا لأهلنا في غزة ربنا يرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم ويربط على قلوبهم طبعا الحراك الذي يشهده العالم كله هو حراك مهم لأنه يعبر عن الضمير الإنساني لشعوب الأرض تجاه ما يحدث الآن من مثبحها ومن إبادة يمعية لأهلنا في غزة ما يحدث الآن هو يشكل ضغط كبير جدا على كل صناع القرار في العالم ولا سيما القوة التي تتواطئ الآن مع الاحتلال وتتسطر على الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في غزة وتحاول إعطاء الاحتلال هناك الفرصة الكاملة لتنفيذ أجندة الإبادة والترانسفير أو تهجير الشعب الفلسطيني وتدمير كل مقاومات الحياة في غزة هذا الحراك الشعبي يفضح هذا التواطئ ويفضح الخدعة التي نعيش فيها والمتعلقة بأن هناك قيما كان ينبغي أن تحترم وأن هناك قيم ترسخط على مدار الثمانين سنة الأخيرة بعد معاناة الأوروبا والغرب في الحروب العالمية الأولى والثانية وأدركوا قيمة الحال الإنسانية ومعنى أن يكون الحروب قوانين وما ترجم في القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جينيف الأربع والبروتوكولات المكملة لها واللي هو يتم انتهاكه الآن بشكل ممنهج وعلى مرأة ومسمع من الجميع وبينما وكالات الأمم المتحدة الآن ترفع أصواتها بالصراخ وبالاستهجان وبالاستغاثة نعم تجد أذان صماء ولذلك هذه الجماهير خرجت لكي تحرك هذا الدقود ولكي تقول كلمتها ولكي تفضح هذا الصد المجبوه المتعلق بما يحدث الأهلنا في غز ينضم إليك كذلك من لندن الأستاذ علي بن عرفة الكاتب والمحل السياسي مرحبا بك أستاذ علي شكرا لقبول الدعوة والمشاركة ونفس السؤال لنفهم أهمية مثل هذه المظاهرات التي تنزل أسبوعيا تقريبا في أوروبا تدعم الحق الفلسطيني وتندد بما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة ما أهمية هذه المظاهرات الشعبية التي فعلا يزداد عدد المشاركين فيها أسبوعا بعد آخر شكرا أستاذ سمير على هذه الدعوة مرحبا وهذه بلدان غربية ديمقراطية لها اعتبار للرأي العام لدى صناع القرار وبالتالي فإنه ظهور الجماهير في الشوارع يعكس نسبة الرأي العام تجاه أي موقف من المواقف ومن ضمن هذا الموقف من الحرب بحيث عندما تخرج مليونية في عواصم غربية فإنها تعكس موقف الرأي العام في تلك البلدان وبالتالي تشكل ضغطا قويا على صانع القرار ونلاحظ أن هذه المظاهرات المليونية التي ظهرت في العواصم الغربية أحدثت تحولا في الموقف الغربي وإن كان نسبيا لأن طبيعة المواقف السياسية لا تكون فيها التحولات كبيرة أو ملاحظة إلا عند المراقب الجيد وعند المتابع ونلاحظ أن هذه التحركات شكلت ضغطا حقوقيا ضغطا أخلاقيا إنسانيا على صناع القرار بحيث انتقل صانع القرار من الدعم الكامل وحتى من الدعم بالأسلحة إلى الكيام الصيوني إلى مواقف أقل تطرفا بحيث بدأ هناك حديث على هدنة إنسانية بدأ هناك حديث على وقف إطلاق النار بدأ هناك حديث على كيفية خراج الرهائن كل هذه تحولات فرضها التحرك الشعبي في شوارع العواصم الغربية نلاحظ أن الرئيس ماكرون مثلا رئيس فرنسا تحول من الدعم الكامل حتى أنه هرول إلى عاصمة الكيام الصيوني من أجل دعم ناتنياهو وبدأ في الأخير يتحدث على وقف إطلاق النار وبدأ يدعو أن رؤساء الولايات المتحدة وحكومة بريطانيا إلى دعمه في الموقف من الحرب الآن الجارية بدعوة إلى وقف إطلاق النار هذه الحكومات تصغي إلى الشارع الشارع له تأثير قوي بحيث هناك انتخابات قادمة في أمريكا في السنة القادمة وهناك ثلاث ملايات يعني يخشى الديمقراطيون من خسارتها لأنهم يدركون جيدا أن هذا الشارع المنتفذ في العواصم الغربية والمنتفذ خاصة في الولايات المتحدة هو يعبر على شريحة واسعة من الديمقراطيين التي سوف تعاقب بلا شك إذا مضى بايدن في مساره سوف تعاقبه في الانتخابات وبالتالي الدول الغربية لها حسابات دقيقة تجاه الرأي العام وتأخذ بذلك في عين الاعتبار بمعنى أنه خطاع غزة وما يحصل فيه من حرب والسهداف للمدنيين وخروج هذه الألاف المؤلفة من الأشخاص يبدو أنه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية عادت قضية فلسطين إلى أن تكون أحد أهم عوامل المحددة في ربما شعبيت هذا المرشح أو ذاك والأحصائيات تتحدث عن تراجع في شعبيت بايدن منذ بداية الحرب بسبب طبعا المواقف التي يعدها كثير من الأمريكان أنها منحازة بدون قيد أو شرط للاحتلال الإسرائيلي جيد جدا أن تستمع هذه الحكومات ربما لصوت شعوبها وهذا ما تعودنا عليه في أوروبا لكن هنا أتحول إلى نابلس مع الأستاذ مصطفى محمود الصيفي عضو اللجنة المركزية لجابة التحرير العربية لأسألك عن أهمية مثل هذه المظاهرات التي تخرج في نهاية كل أسبوع في أوروبا دون كلل ودون ملل بل بالعكس هناك إضافة أعدادها تزداد أعداد المطال مشاركين فيها تزداد ضغطها كذلك يزداد على صنع القرار في أوروبا ما هي أهميتها أستاذ صيفي في دعم الحق الفلسطيني ما وقعها النفسي تأثيرها النفسي على الفلسطينيين في الداخل هناك شكرا أستاذ سمير على الدعوة بداية يعني ما يحصل في كل أنحاء العالم من تضام عارم مع القضية الفلسطينية خاصة ضد الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة أمام شاشات التلفزة العالمية وعلى الهواء مباشرة تقتل الأطفال والنساء وتهدم المستشفيات وإضافة إلى قطع كل سبل الحياة في قطاع غزة يعني الشعب الفلسطيني بحاجة إلى هذه التظاهرات وهذا التضامن الدولي تضامن الشعوع الشعبي الجماهيري سواء عربيا أو إسلاميا أو دوليا يعني واضح أن هذه التظاهرات هي مع الحق الفلسطيني وأصبحت هذه الجماهير ديدنها في كل يوم هي فضح كيان الكيان الصهيوني وفضح سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا ومن معها من الحكومة الإيطالية والألمانية والفرنسية وكل هذه الدول التي هرعت وبريطانيا وهرعت إلى تل أبيب للتضامن مع المستوطنين في فلسطين المحتلة نحن بحاجة فعلا بحاجة ولكن عندما لا تؤثر حقيقة هذه التظاهرات على القرار السياسي في الدول الأوروبية والتي هي كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه الحكومات هي تعيين من الولايات المتحدة وليس لديها القرار في تغيير سياسة الولايات المتحدة فهي أصلا هذه الدول هي محتلة من قبل الولايات المتحدة وكيف لهذه الدول أن تطلب من الولايات المتحدة التي هي حقيقة الولايات المتحدة هي التي تقود الحرب هي التي فائراتها التي تقصد المستشفيات والمدارس ومراكز الإسعاف وتستهدف المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة يعني هذا بحاجة حقيقة نحن نطلب في كل يوم من كل جماهير العالم أن تقف أمام هذا العدو هذا العدوان هذا القتل القتل أمام الأشاشات التلفزة على الهواء مباشرة ولكن كل قيادات الحلف الأطلسي وحتى عندما نتطرك إلى الانتخابات الأمريكية شاهدت اليوم المرشحين يطلبون من نتنياهو وبايدن اقتلوا الفلسطينيين اذبحوا الفلسطينيين أي مرشحين هؤلاء الذين سيقودون دولة عظمى ينادون بقتل المدنيين في قطاع غزة لكن أستاذ محمود ربما قد لا يتفق معك الكثير بشأن تأثير مثل هذه المظاهرات هنا في أوروبا دكتور وسامة ما رأيك يعني ربما في الأيام الأولى كان هناك اندفاع كبير لقيادات سياسية غربية لكن بعد أكثر من شهر الآن ودخول الشهر الثاني يبدو هناك توجيه إعادة توجيه للبوصلة يعني كلام ماكرون مثلا أول أمس لن يرق لنتنياهو فرد عليه حتى بمؤتمره الصحفي بالأمس بايدن نفسه يقول ليست لدينا أدلة والإدارة الأمريكية ليست لدينا أدلة في الدعاء إسرائيل أن قيادة حماسة موجودة تحت مستشفى الشتاء أو مجمع الشفاء ويدعو إلى إيقاف الحرب ألا ترى أن فعلا هذه المواقف الشعبية التي تنزل أسبوعيا لها تأثير قد يكون قليلا بسيطا بطيئا لكن في النهاية لها تأثير وصوتها كذلك مسموعة لدى القيادة السياسية بالتأكيد لا يستطيعون تجاهل صوت هذه الملايين التي تهدر الآن في كل الشوارع أوروبا هناك يعني طبعا إذا اعتبرنا الكارثة التي تحدث الآن في غزة فربما طبعا لكل دارة النافعة كما يقولون يعني هناك على الجانب الآخر فيه مش بس هدم لغزة لا هدم للمشروع الصهيوني كله المشروع الصهيوني كله الآن بيتآكل السردية الصهيونية الرواية الصهيونية اللي أجيال في الغرب حاولوا أنهم يربوهم عليها ولا سيما الوحدة بين الصهيونية المسيحية والصهيونية اليهودية والإيمان ببعض النبوءات الدينية وما إلى ذلك هناك أجيال الآن من الشباب حتى من داخل اليهود يعني نحن نشهد الآن تشكل جبهة عريضة يهودية في العالم كله مباهدة بالمشروع الصهيوني ورفضة لهذه الممارسات والإبادة العنصرية التي تحدث الآن في غزة نحن الآن أمام عالم يشهد حركة شبيهة بحركة مقاومة الفصل العنصوري في جنوب إفريقيا هذه في النهاية ستأتي أكلها وستأتي بنتائجها بالتأكيد وهذا ربما من يحبون إسرائيل يحذرون الآن هؤلاء المتطرفين اللي هم بيسيطروا على المشهد الآن من خطورة ما فعلوا على المدى البعيد على تآكل مشروعيتهم وتآكل روايتهم وتآكل قضيتهم اللي هم حاولوا يبنوها خلال الخمسة وسبعين سنة الأخير فالمظاهرات مش بس ناس طلع في الشوارع لا ده فيه رأي عام كامل يتحول رأي عام كامل يعيد فهم القضية الفلسطينية رأي عام كامل الآن يرى أن قضية المظلوبية اللي بيقولوها بتاع 7 أكتوبر قضية سخيفة وغير منطقية لإني أنت عمال تعمل جينوسايد أبيلة خمسة وسبعين سنة وعمال تهدم قرى وتهجر أهلها وتستولى على الأرض اللي بيحصل في الدفة الغربية من مجازر مستمرة وأشياء بيراها العالم كله ممارسات لمستوطنين شرسين يحاولون الاستلاء على الأرض وطرد أهلها وحركة طرعتهم والتضييق على حياة الناس الناس بدأت نفيق الآن إلى أن هذه المعايير لا يمكن أبدا أن تتسق ولذلك إن شاء الله هذه هي بداية النهاية لهذا المشروع العنصري اللي هو بيحاول زي ما قلتلك بيبني رواية رواية العالم كله الآن بيكتشف أنها كانت رواية كذبة نعم أستاذ علي فيما يتعلق بلندن تحديدا مظاهرة الأمس قيل أنها أكبر مظاهرة منذ 2003 المظاهرة التي كانت ضد حرب العراق نصف مليون تقريبا على وفق ما أعلن المنظمون مليون يا أستاذ سمير مليون مليون رسمي هذا دكتور هذا تقديرات المشاركين المنظمين المنظمين وحتى ظن البوليس أيضا يعني طبعا أنا كنت فيها نعم نعم وتابعت تقارير سكوتلاند يارد مبارع طبعا أدخل مظاهرة على الإطلاق تمت نعم لأن الأعلام البريطانية تحدث على مئات الألاف فممكن يكون هذا النوع لكن سؤالي الأستاذ علي فيما يتعلق بالجدل الذي أسبوع كامل واقع قبلها بين وزيرة الداخلية وبين رئيس الشرطة وفي النهاية شرطة وافقت ومضى أود تركيز على هذا الجدل وعلى هذه الاستقلالية الموجودة في مؤسسات الدول الديمقراطية الراسخة وكيف يمكن فعل الاستفادة منها في دعم حق الشعب الفلسطيني وحقوق المظلومين بصفة عامة لم تمنع وشارك فيها على مقا ذاكر دكتور أسامة حوالي مليون شخص مما يدل على أنه ممكن فعلا الاستفادة من مثل هذه المساحات في دعم القضايا العادلة وزيرة الداخلية يعني مراقفها متشددة ومتطرفة طبعا لا ندخل في تفسيرات حول أسباب هذا التطرف نعم يعني في الموقف ولكنه جليلا واضحا بأنه داعما في المطلق ضد الفلسطينيين وضد المسلمين وتبعية مطلقة للموقف الصهيوني وداعم للموقف الصهيوني بإطلاق يعني ربما في هذا تزايد حتى على وزير الرئيس الحكومة في ذلك ولكن هي تهذي في الحقيقة لأنها نسيت بأن الشرطة ليست خاضعة لوزارة الداخلية وليست تابعة لوزارة الداخلية مثل ما هو الشأن بالنسبة لأنظمتنا العربية التي أنظمة تحاول أن تهيمن وتسيطر على المجتمع وبالتالي كل الصلاحيات وكل السلطات تخضع إلى وزارة الداخلية تقريبا والسلطة التنفيذية ولكن بالنسبة للشرطة في بريطانيا فإنها مستقلة عن وزارة الداخلية وتابعة للقانص البلدية على كل حال هذا الاستقلالية لمؤسسة الآمن والشرطة يعني فتح نجالا استغله المسلمون وأنصار الحرية وأنصار القضية الفلسطينية في أنهم يمرون في تحركاتهم التي أثبتت توجه الرأي العام في بريطانيا إلى مساندة الفلسطينيين في حقهم المشروع مساندة القضية الفلسطينية رفض العنجاهية والوحشية التي يمارسها الكيان الصيوني على كل حال لابد أن نضرك بأن هذا مكسب وانتصار آخر للقضية الفلسطينية ولتوفان الأقصى بحيث هناك انتصارات كثيرة ربما نحن بعاطفيتنا البعض مننا يركز على المأساة ويركز على الألم وهو وجع وألم حقيقي لأنها أرواح إنسانية بالآلاف ودماؤنا تسكب في غزة ومع ذلك هذا ربما يغطي علينا مشاهد الانتصار الكثيرة بداية من الانكسار في 7 أكتوبر للمؤسسة العسكرية الصيونية وهي ضربة في العمق في الحقيقة ومن بين الانتصارات التي حققها الفلسطينيون هو هذا التغيير في الرأي العام الأوروبي الذي بدأ يستشعر بقضية فلسطينية وبدأ يراجع ويذاكر مرة أخرى القضية الفلسطينية على مسارها الصحيح بحيث السردية الصهيونية ضربت في مقتل هذه السردية القائمة على أن الصهاينة هم ضحايا والفلسطينيون هم إرهابيون هذه السردية ضربت تماما وبدأ الإنسان الغربي يستشعر بأن هناك مظلمة حقيقية مصلطة على الشعب الفلسطيني بدأ يراجع أسباب ما يحدث الآن وتهيخ المظلمة الفلسطينية وأيضا الوحشية التي تجلى فيها الكيام الصهيوني وحكومة ناتنياهو بحيث مخالفة لكل القوانين مخالفة للقانون الدولي هناك جرائم حرب حقيقية تبث على شاشات التلفاز والقنوات والإنسان الغربي يتابع في الحقيقة بل أنه ليس فقط السردية الصهيونية وليس فقط أن الإنسان الغربي بدأ يدرك حقيقة القضية الفلسطينية ويتابعها وإنما حتى حقيقة الإسلام في حد ذاته بدأ يتعرف الإنسان الغربي على هذا الدين الذي يمنح القوة للإنسان الفلسطيني بحيث يعني يهدم بيته يخسر كل منتلكاته تموت عائلته من ستة إلى سبعة أشخاص ثم نجد أن هذا الشخص بكل يطمئنان يقول الحمد لله ويقول إن لله وإن إليه راجعون يعيش في رعب حقيقي يدرك الغربي لأنه كل إنسان يتشبث بالحياة يدرك ماذا يعني أن تحاصر في مكان ثم أنك تنتظر الموت والقاصفات الطائرات الليل كاملة وهي تعود إليك أستاذ علي تنتظر الموت ومع ذلك تنتظره في إطمئنان وساكينة فهذا يطرح السؤال من أين يستمد الإنسان الفلسطيني هذا الإطمئنان وهذه الساكينة أعود إليك أستاذ علي نعم طبعا بعض دعنا نقول المعتدلين من الإسرائيليين في الغرب يستهزئون أو يسخرون أو يتعجبون من تقديم الاحتلال نفسه على أنه ضحية يقول أحدهم أنه أول مرة في التاريخ يسمع أن احتلال يقدم نفسه على أنه يدافع على نفسه على أنه ضحية على أنه مظلوم هو في الأصل احتلال فبالتالي لا يمكن أن يكون مظلوما دكتور أستاذ مست محمود فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهذا الدعم الشعبي الغربي العالمي لها والمتزايد كما قال الضيوف هل يمكن القول فعلا أنه عاد القضية الفلسطينية إلى محور العالم عادت قضية عالمية مركزية ما عادش فقط قضية عربية مركزية قضية عالمية مركزية يهتم بها آلاف الناس وربما تحدد بصائر بعض الحكومات في انتخابات قادمة نعم أنا أؤيدك في هذا الرأي نعم القضية الفلسطينية أصبحت في واجهة العالم أكثر من أي وقت مضى رغم كل هذه التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني في هذه الأثناء منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم 37 من حرب الإبادة نعم القضية الفلسطينية الآن على طاولات الحكومات العالم يعني شاهدنا نائبة رئيس الوزراء البلجيكي يعني تتخذ موقف وتطالب بتحويل كل قادة الكيان إلى محكمة الجنايات الدولية شاهدنا وزيرة في حكومة أسبانيا تطالب بمحاكمة نيتنياهو على جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني وكثيرا من الشخصيات الاعتبارية وأعضاء في البرلمانات الدول الأوروبية والعالمية وكثير من الدول إضافة للدول الإسلامية الآن هذه القضية يعني أصبحت في مكاتب هذه الشخصيات هؤلاء البشر الذين يشاهدون القتل الجماعي في كل لحظة في قطاع غزة تحولت هذه الآراء إلى مواقف مؤيدة للشعب الفلسطيني وهذا مطلب حقيقة أمام ما حدث في السنة الماضية أو السنتين الماضيتين عندما قال رئيس ذراء الكيان الصهيوني نيتنياهو أن القضية الفلسطينية أصبحت في الخلف وأن قضية الدولة الفلسطينية هذه خرافة ومستحيلة نحن نتوجه إلى الدول العربية للتطبيع وقضية فلسطين انتهت ولذلك اليوم نشاهد العالم يقول لهذا الاحتلال أن الشعب الفلسطيني يدافع عن قضيته يدافع عن قضية عادلة احتلال عبره 75 عام مع جرائم مع قتل مع هدم بيوت مع سرقة أراضي مع قتل يومي مع إغلاقات سواء في الطفة الغربية أو تدمير في قطاع غزة الآن العالم يقول لهذا الاحتلال ويقول لمن يؤيده حتى الولايات المتحدة الأمريكية أصيبت في عقر دارها حقيقة في الكونجرس عندما اكتحمه المتظاهرين والمؤيدين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وقالوا له أوقفوا الحرب أوقفوا حرب الإبادة التي ترتكبها هذه الحكومة الوحشية أوقفوا هذه الحرب نحن نكفع الضرائب وأنتم تذهبون في السلاح لقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير منازلهم على رؤوسهم نعم هذا الاحتلال أصبح الآن في حيرة من أمره أمام هذا العالم الذي يقول له أن تقاتل أنت مجرم أن تقاتل الأطفال في قطاع غذة نعم دكتور أسامة في أحد تصريحاته لسي أن أن نتنياهو يقول نحن لا نريد من الغرب أن ينتقدنا نريد منه أن يقف معنا في مواجهة الإرهاب على حد وصفها طبعا ردا على مكران وعلى تصريحات أخرى بلجيكية واسبانية وغيره ما الذي تقرأه في تصريح رئيس المزراء الإسرائيلي طبعا أقرأ أن هناك الكثير من الضغوط التي بدأت تمارس عليه وهو في المقابل يطالب حلفاه في الغرب بمنحه أن تزيد من الوقت لأنه للأسف طبعا هو بالنسبة له طبعا هو لم يحقق أي إنجاز حقيقي يمكن أن يقول أنا أنجازت شيء وهو قد صرح من قبل أن العملية البرية قد أخذت وقتا أطول مما كان يعتقد أعتقد أنه هما هما يعني الفشل يلازمهم وللأسف طبعا باتت القضية كلها كاما حرب المستشفيات في غزة وبالتالي صورتهم أمام العالم كله بقت صورة في منتهى الحقارة أني جيش جرار جاي عشان يقتحي المستشفى الطفاة ولا مستشفى القدس ولا المستشفى الإندونيسي ولا مستشفى يعني يعطل أو يستهدف مرافق هي في النهاية وفقا للقانون الدولي الإنساني مرافق تتمتع بقدر من الحماية ومسجلة وهي جزء يعني تتابعها وترعاها بعض المؤسسات الأممية وبعض الأطباء من العالم كله هما بيقفوا الآن بكل شجاعة على شاشات التلفاز يتحدون أن مجمع الشفاء ومجمع طبي مدني لا يوجد في أي نوع من أنواع التجهيزات العسكرية أو يستخدم لأي أغراض أخرى حتى الأمريكان زي ما أنت حضرتك نقلت التصريح الأخير اللي قاله مستشار الأمن القومي أن احنا ليست لدينا أدلة على أن مجمع الشفاء يستخدم كمركز لحماس أو تحته مركز لحماس كلها عبارة عن أساطير وكلها عبارة عن قصص للأسف هم بدأوا يعني يدونوا فرصة أنه هو يفعل ما أراد يعني أنا كنت استمعت التسجيل لقنصل إسرائيل السابق في واشنطن فبيقوله يعني إلى متى سيكون الصبر قاله هم قالوله عايز تدمر حماس دمرها عايز تدمر غزة دمرها عايز تعمل اعمل بس خلص يعني خلص دينا نتيجة وبالتالي سيأتي الوقت هيقولونه يا رفاق يعني أنتم فشلتم ولذلك هو يشعر طبعا بالضغوط عليه يشعر أن المجتمع الدولي غير قادر على الصمت طويلا على أن يكون شاهد زور على أسوأ ميزارة ضد الإنسانية يكفي أن من قتلوا من الأطفال في غزة يساوي 8 أضعاف من قتلوا من الأطفال في حرب روسيا مع أوكرانيا اللي هي قدلها السنة ونصد الآن وهذا طبعا مشاهد الدمار والقتل واستهداف المدنيين هي تبث على الهواء مباشرة فأصبحت الجرحة غير محتملة على الضمير الإنساني الدولي وبدأت تقوض مركزهم هم نفسهم وتدنهم وتصمهم بكل ما يستحقه من تهم تتعلق بالتواطئ ولذلك هم يشعرون بالقلق وبالرعب الآن وبالتالي ستتزايد الضغوط على نتنياهو بالتأكيد أن يكف عن هذه الميزارة أستاذ علي كيف يمكن البناء على ما يمكن تسميت إنجازات هنا في الغرب تجاه القضية الفلسطينية وتجاه حقوق الفلسطينيين اليوم هناك حدث يجمع الجميع ربما غدا ستتوقف الحرب لكن كيف يمكن الاستفادة في المستقبل من أجل دعنا نقول هزيمة الرواية الإسرائيلية التي سادت لعقود هنا في الغرب نتمنى أن تؤدي هذه الجهود ومن ضمنها التحركات التي هي قائمة الآن في أن توقف هذه المدحة والمجزرة والهولوكوست الحقيقي الذي يتعرض له أهلنا في غزة في الحقيقة أنه بانطلاق من التجربة الماضية مع الأزمة العراقية والحرب العراقية في الحقيقة كان هناك زخم شعبي المماثل لما هو حاصل الآن ولكن لم يقع المراكمة على هذه الجهود في ربط العلاقات مع أنصار الحرية وربط العلاقات مع أنصار الحقوق العرب والمسلمين والدفاع عن قضاياهم الرئيسية وتشكيل مرضمات ومؤسسات قادرة على أن تستفيد من هذا الزخم الموجود وحتى بدل الجهود على المستوى مثلا الإعلامي وكذلك على المستوى السياسي والديبلوماسي بحيث تشتمر جهود التعريف بالقضايا العربية والإسلامية ومواصلة ربط العلاقات مع المؤسسات التي هي فاعلة وقادرة على أن تضيف لجهود العربية في الغرب بحيث يكون لها دور فاعل خاصة بالنسبة للمحطات الرئيسية الانتخابية القادمة في الغرب فهذا يكون له تأثير قوي لأن المؤثر القوي في القرارات هي الانتخابات في الحقيقة والحملات الانتخابية والأحزاب الصديقة والفاعلة والقريبة من قضايا الأمة وقريبة من العدل في كل ما يتعلق بقضايا الإنسانية وبالتالي فإنه هذا نستطيع أن نراكم عليه جهد على مستوى العلاقات على المستوى الإعلامي على المستوى السياسي يكون له أثر في المستقبل بالنسبة لقضايانا التي في الحقيقة هي مواكبة لحياة الإنسان الإنسان دائما لديه قضايا وخاصة في عالمنا العربي نظرا لضعف كياناتنا وتشتتها والتجزئة التي هي سبب من أسباب الرئيسية في ضعفنا في أدائنا وفي حضورنا على المسرح الدولي وبالتالي فإنه التحالف مع القوى الحرية وقوى المتحررة والقوى المناهضة للاستبداد والاحتلال والعنصرية وكل هذه القيم الإنسانية بالتحالف معها وبربط العلاقات وبالتعريف بقضايانا خاصة بجهد كبير على المستوى الإعلامي من المفروض أن يستثمر هذا الزخم الشعبي في الغرب ويراكم عليه إنجازات أخرى قادرة في مستقبل الدفاع على قضايانا العربية والإسلامية نعم أستاذ محمود سيفي في نابلس هل الضفة في خطر؟ خطر الإنجرار نحو الحرب بمعنى توسيع القواتها فلسطينيا على الأقل أم أن الرئيس حمود عباس قائم بالواجب هناك؟ يعني عندما نتحدث عن الوضع في الضفة الغربية هو يعني مشتعل أصلا يعني منذ عامين الانتفاضة والمقاومة مشتعلة ضد الاحتلال وما حدث في قطاع غزة من حرب إبادة هي انعكست بشكل كبير على الضفة الغربية وشاهدنا أن جيش الاحتلال لا يريد أن يحدث شيء في الضفة الغربية يؤثر على جيشه الذي يضعه في مواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيث أن هناك 25% من معدات وجيش الاحتلال هو موجود في قطاع غزة وأطراف قطاع غزة لا يريد أن ينشغل جيش الاحتلال أكثر رغم أن هذا الجيش هو أصلا متواجد في معسكراته وقواعده في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 67 ورغم كل هذا الحدث الذي الآن في قطاع غزة إلا أن جيش الاحتلال هو مستنفر حقيقة حاليا ومنذ 37 يوما هناك اكتحامات في لا جنين لا طول كرم يعني يرتكب مجازر حقيقة يعني مقارنة بالمجازر في قطاع غزة هي أقل ولكن بالخلاس العادي الوطني هناك مجازر عندما يقتل 14 شهيدا في مخيمة الكرم ومثلهم في مخيم جينين ونابلس وأريحة وكثير من المدن الفلسطينية إذن الضفة الغربية في دائرة الاستهداف الصيوني والآن معظم المستوطنين بأمر من بن غفير يقومون بتدريبهم في قواعد الجيش في الضفة الغربية يدربونهم على استخدام السلاح حتى يطلقوا النيران ويعتدوا على المواطنين الفلسطينيين وكما حدث اليوم في بلدة برقة شمال نابلس قتل المستوطنين والجيش وأحد المواطنين واستشهد على أبواب البلدة إذن هذا الاحتلال يستهدف الضفة الغربية يستهدف المدن الفلسطينية هناك أستاذ سمير وإخواني الضيوف هناك إغلاق كامل للضفة الغربية هناك الضفة الغربية مدن الضفة الغربية مقطعة الأوصال القرى وبلدات كل مدينة أيضا مقطعة لا يوجد تواصل جغرابي هناك العمل متوقف في الضفة الغربية وكأن الاحتلال يريد أن يقول كما يتوقف العمل في الكيان الصهيوني يجب أن يتوقف العمل في كل مكان هذا هو الاحتلال لا يوفر فلسطين للقتل أو للإجرام دكتور أسامة في ختام الحصة أو التعليق سريع لنسنعود نحن بعد ذلك مساءا للموضوع وهو القمة العربية الإسلامية الأخيرة والتي كان بيانها متوقعا يعني كالمتوقع لم تخرج عن التوقعات التي تعودنا عليها في كل القمم الماضية أين الخلل يا دكتور في هذا المنتظم العربي الإسلامي لماذا هم عاجزون إلى حد الآن عن انتخاذ مواقف ترقى إلى مستوى ما يحصل في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الحراك الشعبي الغربي يا سيدي مش حتى العربي لماذا يعني طبعا نظام الرسمي العربي هو يعني توديع منه هو نظام مهترق نظام مأزوم نظام مفكك نظام مخترق وبالتالي إنما كونهم حاولوا بقى يجيبوا دول أخرى ويعملوا قال يعني اجتماع مشترك مع الدول الإسلامية طبعا ما فيش حد يكون ملكي أكتر من الملك إذا أنت مصر دولة اللي عندها حدود مع قطاع غزة ليست لديها القدرة وليست لديها الإرادة إن هي تفتح هذا المعبر وهي دولة المفروض يعني ليست مهيضة طيب يا دكتور سوء السامة هما يقولون المصري يقولون المعبر مفتوح من جهتنا إسرائيل ترفض مرور الشاحنات هذا كلام هذا كلام هازل يعني القبول به يعني الرضوخ ويعني ويعني الانكسار ويعني أن أنت نظام ليس لك أي قيمة يعني أنت نظام أعطيت المحتل اللي هو لا يجورك يعني يفترض أن هذه حدود مصرية غزوية منحة المحتل حقوقا ليست له أعطى من لا يملك من لا يستحق يعني لكن أنت لو دولة هذه الدولة لا الدولة يعني مش معناها أن أنا مفعول بي يعني طول الوقت في الموضوع لا ده أنا قادر أن أنا أقول معاك و24 ساعة إذا ستدخل هذه المساعدات تحت حماية الجيش المصري ونشوف يعني يعني الستة إلا بتخضب وإلا بتستخدم أوراقك إنما إنت هتفضل عنصر من عناصر الحصار وشغل بالتعليمات اللي بيطلعها لك نتنياهو ده دخلوا ده ما تدخلوش إنت إيه حامل الأختام يعني وحامل الأقفال سجان لا هذا طبعا مشهد لا يليق بمصر ولا بيجيش مصر ولا بتاريخ مصر وإحنا الحقيقة يعني بنعتذر لإخواننا في فلسطين إحنا لأن الشعب المصري كله هو الآن واقع تحت الاحتلال الشعب المصري كله أردته مغتصب الآن فليسامحونا على ذلك هذه صفحة نود أن نغلقها في التاريخ المصري لا نود أن تكتب علينا ونبرأ إلى الله عز وجل منها لكن يعني إذا إنت مش هتتحرك يعني هتجيب العالم يعمل إنزال جوي مثلا في القصة كلها لو كان لهذا النظام يعني إرادة وكان بقى بقية الدول ممكن تساعدوا طبعا مش كلهم هيساعدوا إحنا عارفين طبعا لكن طبعا أنا يفترض أن أنا بعول كمصري على الدور المصري أنه هو دور أساسي بحكم الجغرافية وبحكم التاريخ وبحكم المشؤولية التاريخية آخر قد ذا دي كانت يوم من ما تحت الإدارة المصرية عندما تم حقلالها في سبعة وستين لا يعني طبعا إنما الناس لا يستطيع الفلسطيني أن يتكلم ولا يستطيع أحد آخر أن يتكلم لكن نحن نستطيع أن نتكلم لأننا بالفعل ندرك من هم المسؤولين عن حصار غزة بشكل حقيقي نعم أستاذ علي تونس تحفظت على البيان الختامي رأت فيه أنه دون المستوى وشعب التونسي تقريبا يوميا إن لم يكن طبعا باستمرار ينزل داعما للقضية الفلسطينية وداعما للحق الفلسطيني بما يملك هل ترى هذا المجهود كاف أم باستطاعة دول المغاربية خصوصا فعل أكثر مما تفعله الآن خصوصا أقصد طبعا عن الأنظمة خصوة أن قضية دعم الشعب الفلسطيني هذه قضية متجذرة لدى الشعوب ولدى الرأي العام القضية الفلسطينية هي قضية الأمة هي قضية المركزية للأمة جميعا العربية والإسلامية وليست هناك ميزة لأهل المغرب العربي بل بالعكس الميزة الأساسية هي لدول الطوق اليهتيهية في المشرق بداية من مصر والأردن على حدود فلسطين وعلى حدود غزة وبالتالي لديهم مسئولية كما ذكر السيد أسامة أن مسئولية تاريخية حقيقية يعني مصر بمئة مليون والجيش المصري أكبر جيش في المنطقة وبالتالي لا يستطيع أن يفتح يعني معبر هو في الحقيقة تحت السلطة المصرية وعلى حدود غزة ولا علاقة الإسرائيل به وهذا في الحقيقة هو التعصير الحقيقي هو في هذا الجانب يعني نحن لا نطلب من الدول العربية أن تخوض حربا مع إسرائيل ولكن لديها أوراق قوة ليست بالضرورة للحرب ولا تحريك الجيوش ولكن هناك أوراق قوة بالإمكان تفعيلها من ضمنها فتح المعبر ويدخل المساعدات وكذلك يعني ورقة المفط وورقة العلاقات بالنسبة للأردن ومصر والدول التي متجهة إلى التطبيع هي كل هذه المجالات يعني ورقات ضغط بيد الأنظمة العربية ولكن هذه الأنظمة للأسف هي في الحقيقة لا تمثل شعوبها لأنها غير منتخذة وبعضها منقلب على الشعب وبالتالي يستمد يستمد استمراريته في هذا الموقع انطلاقا من علاقته بالولايات المتحدة الراعي الأساسي لكيار صيوني في المنطقة وبعضها يعني يستمد قوته من العلاقات التاريخية مع فرنسا وهي أيضا داعم رئيسي لكيار الصيوني في المنطقة الذي يمثل رأس حربة بالنسبة للغرب في المنطقة العربية والإسلامية وبالتالي لا ننتظر كثيرا من هذه الأنظمة التي هي رهن يعني إشارة الغرب ولا علاقة لها بآمال وطموحات وإرادة شعودها وبالتالي يعني نحن لا نستغرب مثل هذه القرارات من القمة التي هي في الحقيقة لو اجتمع أي عشر أشخاص في صعيد مصر أو في جنوب السودان أو في جنوب تونس أو في أي منطقة فلاحية من العرب العرب والإسلامي يستطيعوا أن يقولوا والله نحن نطالب بوقف إطلاق النار نحن مع دعم المساعدات يعني خذ البيان انتع القمة اللي هو من المفروض هؤلاء هم يمثلون السلطة التنفيذية لديهم كل السلطة لديهم كل الصلاحيات ولكنهم يتصرفون كأي مواطن عادي يعني يطالب ويتمنى ويندد ويستنكر يعني للأسف شلال كامل عطالة كاملة نظام ميت نظام عربي ميت يعني البعض ظن أصدر منه شيء في الحقيقة حتى هذه القرارات التي أصدروها ليس هناك أي آلية لتطبيقها يعني أنت هم يتحدثون على إدخال المساعدات كيف ستخدمها رفع عتب يعني رفع عتب لا أكثر يعني محرجين طيب أصلا هي القمة عطارية كيف يمكن أن تكون عطارية وهي بعد شهر كامل من بداية الحرب كيف يمكن أن تكون هم محرجين لأنه بدأت الحرب وانتظروا أنه والله يعني الكيان السليوني يا أخي خلصنا يا حماس وغزة نستطيع أن نجتمع بعد ذلك لنبكي على فلسطين ولكنه أولف عاجزة فشل الكيان السليوني في أن ينجز هذه المهمة وبالتالي صاروا مضطرين الشارع في الأردن يتحرك الشارع في مصر في المنطقة المغربية الكل يتحرك طيب لا يا سيدي نعمل قمة وحتى القمة يعني ليست للعرب فقط ولكن ندخل فيها الدول الإسلامية لعلنا نستطيع أن نمرر قرار من هنا أو هناك لا تتحمل مسؤوليات الدول العربية فقط لأن القمة العربية هي مصر في الحقيقة أي قرار ستحاسب عليه مصر لأنك أنت ترى مثلا أنه يعاني جامعة الدول العربية دائما هو مصري لذلك هي التابعة للخارجية المصرية يا أخي طبعا الوقت يوجد تعليق للأستاذ محمود قبل المغادرة عن هذا القرار أو هذا البيانة الذي قال عنه الكثير أنه كان منتظرا ولم يكونوا ينتظرون من العرب أكثر من التنديد بما يجري يعني حقيقة كما تحدث الزملاء يعني الشارع العربي الشارع الفلسطيني الشارع الإسلامي يعني يتوقع هذه النتائج يعني حتى يعني عجز النظام الرسمي العربي والإسلامي يعني كان يعني لا يلزم هذا المؤتمر إذا لم يستطع وقف الحرب إذا لم يستطع أن يدخل قنينة ماء أو أو وقود للمستشفيات مش للشعب الفلسطيني للمستشفيات يعني مؤتمر حقيقة يعني نتذكر مؤتمرات القمام العربية يعني عام 1973 الملك فيصل يعني منع النظر في لحظتها إذن لديك الورقة التي تجبر الكيان الصهيوني والحلف الأطلسي أن توقف هذه الحرب بس يعني فقط تلوّع بورقة النظر تلوّع بعدة أوراق وأوراق السفارات قطع العلاقات يعني لكن المجتمع العربي والإسلامي حتى العالم يعرفون أن أنظمة تناك لا يعني ليس مختلفة عن الأنظمة الأوروبا التي هي معينة أيضا من الحلف الأطلسي شكرا لك دكتور أستاذ محمود للصيفي عضو لجنة المركزية لجبهة التحرير العربية من نابلس دكتور أسامة رجدي عضو المجلس حق الإنسان في مصر سابقا والأستاذ علي بن عرفة الكاتب والمحلل السياسي من لندن الشكر موصول إليكم مشاهدينا التغذية متواصلة في آخر برنامج من برنامجنا المباشرة لهذا اليوم إلى نلقاكم نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة